مطلوب من كل قوى العمل الوطني الفلسطيني أن تتمسك لا نقول على قلب رجل واحد وإنما على برنامج سياسي واحد عنوانه تعزيز صمود الأهل على الأرض وتثبيت صمودهم وتوفير أسباب العيش الكريم لهم العدو الصهيوني هذا الأمر يتم من خلال مخطط ومشروع والإفصاح عنه من خلال الهجرة الطوعية لأهالي قطاع غزة بكل تأكيد الكيان الصهيوني لا يملك أن ينفذ هذا المشروع لوحده ولكن هو يستغل المعطيات الموجودة الآن هذا يتطلب مننا كفلسطينيين عادة النظر بالسياسات الداخلية الفلسطينية التي تشكل سببا وأساسا للهجرة الفلسطينية لهجرة الشباب لهجرة الكفاءات لكل فئات شعب الفلسطيني أولا في ظل غياب الاستمرار البطالة أيضا في ظل السياسات الاقتصادية الخاطئة التي تمارسها سواء حكومة السلطة في رمالله أو الحكومة القائمة بقطاع غزة وأيضا غياب السياسات التي تعزز من صمود أبناء الشعب الفلسطيني وتحافظ على بقاءه في أرضه صامدا وثابتا دولة الاحتلال أفصحت الآن عن طبيعة مخططها الداعي إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة كمرحة لأولى لكن بدون شك عينها هي على تهجير واسع وترانسفير مكثف من الضفة الغربية ومن مناطق 48 في سياق الهروب مما اسمته القنبلة الديمغرافية ترجمة نانسي قنقر